ما الذي باتها يشعرنا بالاكتئاب؟ مسألة مهمة جداً لا بد أن نعير انتباهنا واهتمامنا إلى هذا الموضوع ولماذا البعض يتنامى؟ هذا الشعور لديه بمجرد عدم قدرته على تحمل ضغوطات الحياة ولكن هل شعرت في يوم من الأيام؟ قبل أنك تتحس بالاكتئاب وأن هذا الاكتئاب هو عدوى سنتعرف أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا في الستيديو سادة رهف رائف قبيسي مدرب صحة نفسية وذهنية يا مرحبا فيك كيفك؟ أهلاً وسهلاً طبعاً موضوعنا اليوم عدوى الاكتئاب عدوى الاكتئاب ممكن اليوم يكون منتشر مثل الفيروس نسميه فيروس الاكتئاب ممكن الواحد يتحسس فيه بشكل شريع لو بتخبرينا حول هذا الموضوع أكثر في البداية خلينا نعرف الاكتئاب بشكل عام أو بشكل مختصر احتراماً للوقت الاكتئاب هو اتراب نفسي ومزاجي بيصيبنا لما يصير في عنا حزن شديد بيبطل نفقد الاهتمام بالنشاطات اليومية والمعتادة اللي نحن بنعملها بشكل متواصل لما نوصل لمرحلة الاكتئاب إذا مضينا وقت مع أشخاص مكتئبين أو كمان عندهم الطاقة السلبية فبالتالي رح يصير يعني رح نلقط سلوكيات من بعضنا لما نحكي بشي اسمه عدوى العدوى يعني مثل الإنفلوانزا هيدا مثل الفيروس حضرتك سميته فيروس ولكن لما تجي الشغل للإكتئاب منع عدوى على قد ما هي أنه إذا جاورت السعيد تسعد فبالتالي إنت وإذا كتكون كتير حريص على مين أنت عم تمضي وقتك معه الشخص المكتئب بشكل عام بيصير في عنده انطواء فبدي يعد لحاله إذا قعد مع أشخاص عاديين بحياته اليومية طبيعي بدك تتأثر بسلوكياته بده ينقل لك مشاعره بده ينقل لك أفكاره فبالتالي إنت وإشبك كشخص بدك تدعمه لهذا المكتئب تحمي حالك وهيك ما بتصيبك العدوى هناك من الأشخاص هناك كثير من الأشخاص ممكن يعانون من الاكتئاب ولكن ما يعرفون أنه عندهم اكتئاب كيف نحنا نقدر نكتشف أنه نعاني من الاكتئاب وهل نستطيع علاجه في فترة قصيرة أم ياخذ وقت طويل؟ كرمال الأعراض عندك نوعين من الأعراض يأما بيكونوا أعراض جسدية أو بيكونوا أعراض نفسية أول إشارة ممكن تدل على أنه أنت عندك الاكتئاب هو لما الحزن الشديد اللي كنا عم نحكي عنه بيليسمك أكتر من ثلاث أسابيع لأنه هذا صار عندك مثل pattern أنت ماشي فيه فبيصير في عندك فقدان شهية أو قبال على الطعام بشكل أكبر بتفقد الاهتمام بالنشاطات اللي بتعملها بحياتك اليومية بتعزل حالك بيصير في نوبات غضب شديدة أو نوبات بكاء هسترية أو بشكل مفاجئ يعني كل شيء ممكن أنت تكون متعود عليه بحياتك اليومية فجأة بتلاقيه صار عم بيتغير الأعراض الجسدية مثل دقات القلب السريعة مثل النوم الشديد لأنه الشخص المكتئب بيسيبه يهرب من الواقع ويهرب من الحزن فبيلجأ للنوم بيبطل في تركيز بيبطل في فقدان زاكرة ففي كتير أعراض بتأثر وبتدل على أنه شخص مكتئب ولكن ينصح أنك تروح تشوف حكيم طبيعي مختص بهذا الموضوع هو على قدر قادر أكتر أنه يعطيك التشخيص لأنه الاكتئاب عم تسأل عن العلاج فيه علاج طويل الأمد فيه أنواع كآبة ما عنده علاج لأنه بتكون على مدى بعيد مدى بعيد فعندك الكآبة المتوسطة الخفيفة والشديدة فما في حدا بيقدر يقل لك أي نوع كآبة عندك إلا إذا رحت عند مختص أكيد أتكلمتي عن الذهاب إلى المختص الكثير ممكن اليوم يحس أنه من العيب أو الناس رح تتكلم عني إذا أنا رحت عند الصحة النفسية عند الدكتورة وعند مدربة صحة النفسية فكيف ممكن نحن نلغي هذه الفكرة من عقول الناس ونشجعهم أنه لو أنتو تعانون من أمراض نفسية أو مشاكل نفسية مثل الاكتئابة وغيرها تروحون عند الطبيب أو عند المدرب وأن هذا شيء مش يعتبر عيب بالعكس يعني هذه بادرة طيبة منك عشان أنت تعدل من نفسك وتعيش حياتك طبيعي مثل أي شخص كثير حلو هذا السؤال بكل بساطة نعالج أو نتعامل مع المرض النفسي أو المزاجي أو العاطفي مثل ما نتعامل مع المرض الجسدي لما يجعنا شيء بجسمنا دخل من نلاقي حالنا رحنا على المستشفى ورحنا عند الحكيم لأنه مش قدرين نتحمل الوجع فكيف الشخص اللي بيسأل هذا السؤال أو اللي بيقول أنا شو العالم بدي تقول عني بيقوله أنت كيف بترضى على حالك أنك تضلك موجوع على أنك تروح وتعالج هيدا المشكلة بالنهية هيدا المشكلة وبدأ حل منا عيب مثل ما أنت قلت أو منا خلق تشوى خلقي أو شيء فأنا بيقول للشخص أنه يحب حاله ومن علامات حب النفس أنه نحنا نروح نعالج هيدا المشكلة لحتى نقدر نهتم بغيرنا بالنهية إذا أنت كانت مثل ما بيقوله بالطريقتك فادي ما رح تقدر أنك تهتم لا بعائلتك ولا بشغلك ولا حتى بزملائك ورح تصل إلى محل أنك كمان تهمل حالك فنتعامل مع المرض النفسي والمرض العاطفي مثل المرض الجسدي نفس الشي نفس الشي لكن في ناس ممكن اليوم يعانون من الاكتئاب أصدقاء، أخوة، أصحاب، زملاء زوج، زوجة ممكن أنهم يصبون هذا الاكتئاب علينا وبعدين يكملون حياتهم أو يكملون مجرد ما هم عطونا هذا الاكتئاب وهذه الطاقة السلبية الطاقة السلبية يكملون هم سعيدين ويضحبون ويبتسمون ولا كأنهم أثروا في كلامهم بطاقتهم السلبية علينا هلأ الشخص المكتئب ما في كاف حياته بسعادة هو مكتئب بس كيف يتعامل معنا هو بالنهاية لجئ لقلنا أو يمكن يخذنا بطريقة أنه نحن أصدقاء أو نحن مثل ما أنت تفضلت وقلت عائلة فبالتالي فيني عاملك بهذه الطريقة أو فيني يكون على طبيعتي معك وصب طاقة السلبية عليك نحن واجبنا أنه نحمي حالنا كيف منحمي حالنا؟ فينا نحط الكلمة اللي عم فتشها لها باوندريز يعني نحط حدود صحية بينه وبين الشخص المكتئب يكون فيه أدوار صريحة وواضحة بين الاثنين أنه أنا قادر ساعدك بس بهذا الموضوع إذا بدك مساعدة أكتر في هذا الشخص فيك تروح تحكي معه أنا ماني مسؤول عن ساعاتك بالنهاية أنت ما فيك تضلك مثلا بيقولوا عتلين هم هذا الشخص المكتئب كيف بده يطلع من الكآب اللي هو فيه هاي منه من مسؤوليتك مسؤوليتك أنك تساعده وتكون وقف حده بنفس الوقت ما تخليه يأثر عليك بطاقته السلبية ففيه نشاطات فيك أنت تطلع منه هايدي الطاقة السلبية من بعد ما تقوله لشخص المكتئب أنا ماني قادر إسمعلك أكتر أو أنا ماني ما عندي المسيحة أني إسمعلك أكتر من هيك تهتم بحالك عبر نشاطات جسدية تعمل سبورت تسمع موسيقى تعمل أي نشاط ممكن أنت تفرخ في هايدي الطاقة السلبية ولكن بني هاي الرسالة اللي أنا بدي أقولها أنه من حقك أنك ما تتعامل مع الشخص المكتئب من دون ما تخليه يحس حاله منبوث يعني ما نتعامل معه من دون ما نحس نحسسه أنه هو منبوث طبيعي طبيعي ومن دون ما أنت تحس بالذنب أنه أنا بدي أساعده وما عم بقدر ساعده لأنه بالنهاية مثل ما أنت قلت إذا أنت محاط بأشخاص مكتئبي فبالتالي من دون ما أنت تحس رح تاخد منه هيدول المشاعر والأفكار فليلا تحط حالك بهذا الموقف ما عم بقول أنه نحن ما نتواجد مع أشخاص مكتئبين ولكن نحمي حالنا نهتم بحالنا نعمل قدر المستطاع على أنه ما نتأثر بهذه الطاقة السلبية عبر النشاطات اللي ممكن تخلينا نفرخ هايدي الطاقة وبنفس الوقت نكون قادرين أنه ندعم الشخص المكتئب السادة رهف الكبيسي طبعا مدربة صحة نفسية وذهنية كنت معنا في صباح الخير يا وطن كل الشكر لتشوي الحديث الشير شكرا لك شكرا 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 شكرا